أهلا بكم تطورات عديدة يشهدها الشمال السوري في الأوينة الأخيرة خريطة المعارك المتقلبة بخطة سريعة تشي بمتغيرات دقيقة في منطقة شمال حلب وشمالها الغربي ترتبط بشكل أو بآخر بالتطورات الميدانية التي تجري في ريف الرقة الشمالي التوغل التركي المباشر في الأرض السورية ودخول الجيش التركي معززا بالدبابات إلى عمق 700 متر داخل الأراضي السورية في ناحية جنديرس بريف حلب الشمالي الغربي يعتبر تطورا حساسا بالنسبة لتلك الجبهة ورسالة تركية واضحة للكرد قيادية كردية أكدت للميادين أن التداخل التركي هو استفزاز لوحدات حماية الشعب الكردي إلا أنه لا يرقى إلى مستوى العدوان العسكري فيما ربط مصدر كردي الخطوة التركية باقتراب وحدات حماية الشعب الكردي من غرب أعزاز ما جعل جماعات المسلحة المدعومة من أنقرة في وضع حرج بالمدينة لسيما مع تقدم داعش باتجاهها من الجهة الغربية أيضا بعد أن سيطر على قرية الندى قبل أن تستعيد المجموعة المسلحة السيطرة عليها فيما بقيت كفر كالبين وكفل جبين شرق أعزاز تحت سيطرة داعش التدخل التركي جاء على وقع تصريحات وزير الخارجية مولود جويش أغلو الذي انتقد مساعدة الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردي في المعارك بريف الرقة الشمالي معتبرا أن الأمر يعتبر تعاونا مع الإرهاب واصفا الأمر بالكيل بمكيالين هذا ما دفع محلليين إلى ربط هذا التدخل بالتخوف التركي من امتداد سيطرة الكرد نحو الرقة بالرغم من التطمينات الأمريكية في هذا الموضوع عبر تصلية الضوء على مشاركة عشائر عربية في القتال ضد داعش هناك القوات الكردية في الشمال السوري كانت دائما تتهم الجماعات المسلحة في إعزاز بالتآمر لتسليم المدينة إلى داعش وعلى وقع خطوات الكرد باتجاه المدينة من الغرب وتقدم داعش إليها من الشرق هل يتصاعد التدخل البري التركي في سوريا خصوصا مع احتمال خسارة مدينة قيل عنها يوما أنها خط أحمر تركي